كم قصات تترى جاءت بها البشرى موعظات كبرى أو عبرى للناس قصات وسينا تمحو مأسينا تزرح ينفينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة آية سمو غاية رب الباراية اشرح بها قلبي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة و السلام على رسوله و على آله و صحبه أما بعد كان أصحاب النبي صلى الله عليه و آله و سلم يبدؤون يومهم من صلاة الفجر فيعملون إما بالتجارة أو بالرعي أو بالزراعة يعملون طوال النهار فإذا غربت الشمس تعبوا و رجعوا إلى بيوتهم فيصلون المغرب ثم يرجعون إلى بيوتهم و كان النوم يغلبهم يعني هذا الوقت خلاص أغلب فيهم يحتاجون فيه للنوم فكانوا يقاومون النوم حتى تأتي صلاة العشاء و كان بعضهم يصلي حتى لا يغلبه النوم إلى صلاة العشاء يقول حذيفة رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه و آله و سلم صلاة المغرب يقول فلما قضيت الصلاة قام فصلى فلم يزل يصلي حتى أذان العشاء حتى دخل وقت صلاة العشاء و لهذا من السنة أن يصلي الإنسان بين المغرب و العشاء ما شاء اليوم الوضع عندنا يختلف المغرب منه يحتاج للنوم في زمانهم كان المغرب هو وقت النوم هذا قبل الإسلام فلما جاء الإسلام قال لهم أصبروا محد ينام حتى صلاة العشاء و لهذا كانوا يغالبون النوم حتى قال الله عز وجل في هؤلاء تتجافى جنوبهم عن المضاجع كل واحد فيهم يوخر جنبه عن مضجع يجفي يعني يبتعد عنه عشان ما ينام تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم يدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون قال بعضهم بعض المفسرين يقول عن هذه الآية أنها أنزلت في من يقوم الليل الآية أغلب التفسير على أنها نزلت ما بين المغرب و العشاء اللي كان يقاومون فيها النوم أصلا لكن بعض المفسرين قال أنها نزلت في من يقوم الليل لأن أفضل صلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل الآخر و لهذا كان الصالحون و على رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه و آله و سلم كانوا في الليل لا ينامون الليلة كله ما في واحد فيهم ينام كل الليل بل كان الذي ينام الليلة حتى صلاة الفجر يعني يصلي الفجر في جماعة كانوا ينتقدونه حتى قال عليه الصلاة و السلام ذلك رجل بال الشيطان في أذنه الذي ينام الليل بغير قيام أما الصالحون تتجافى جنوبهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون كان في الجاهلية رجل عند قريش اسمه جميل ابن معمر كان ذكيا جدا نبيها في الوقت الواحد يسوي شغلتين قد يسمعك و هو يشتغل قد يفعل هذا و يفعل يعني رجل كان من شدة نباهته و ذكائه و فرط انتباهه كان المشركون يقولون عنه يملك قلبين ما يملك قلب واحد هذا الإنسان عنده قلبين و لما صارت معركة بدر كان من المشاركين مع المشركين في هذه المعركة و كانوا يتحدون به النبي صلى الله عليه و سلم كانوا يقولون هذا أذكى من محمد هذا أعقل من محمد هذا يملك قلبين ليس قلبا واحدا فلما صارت معركة بدر الكبرى و انهزم المشركون رأاه أبو سفيان رأى جميل هذا و هو هارب من المعركة فرأاه يحمل نعلا واحدة بيده ماسك نعال واحدة بيده و النعال الثاني يلابسها تخيلوا من شدة الفزع من شدة الهروب و الخوف و اللي صار فيهم في بدر هارب من المعركة كان يشوف أبو سفيان قال ما لك يا جميل قال ماذا قال نعلك اما تلبسها و تخلعها يعني ليش لابس وحدة و ماسك وحدة قال من تبحت ظلنت أنهما في رجلي يقول أبو سفيان فعلمت أنه لا يملك إلا قلبا واحدا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه كل إنسان له قلب واحد و القرآن كلام الله جل جلاله قبل الإسلام خديجة رضي الله عنها قبل زواجها من نب صلى الله عليه وسلم قالت لحكيم بن حزام اشتر لي غلاما يعني يعينني فذهب في السوق فرأى غلاما اسمه زيد غلام صغير في إحدى المعارك في إحدى الحروب و العرب كانت تأسر أخذ من بلده وجئ به إلى قريش فرأاه حكيم فأعجب به خوش غلام كلام ومنطقة وقوة فجاء به إلى خديجة قال اشتريت لك هذا الغلام اسمه زيد فإن أرتيه وإلا أخذته لنفسي قالت بل أريده فظل عندها فترة من الزمن حتى تزوجت من خديجة؟ محمد صلى الله عليه وسلم فأعجب النبي بهذا الغلام فقالت له خديجة هل تريد أن أهبك إياه؟ قال إن شئتي قالت فهو لك فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام الذي اسمه زيد زيد بن من؟ ابن حارثة فصار غلاما عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام هذا حتى ظل سنوات مع النبي صلى الله عليه وسلم وشب وفي إحدى التجارات كان في الشام رآه رجل فرأى ملامحه كأنه عرفه عمح قال أنت أين تعيش؟ قال في قريش حرنا مع عبد قال عبد بملوك قال أنت عربينا مع جبي قال عربي من أين أخوالك أعمامك حتى سأل عنه فعرفه فاحتضنه قال أنت ابن أخي فجاء به إلى أبي حارثة فاحتضنه أبوه قال ما يصنع سيدك بك قال يؤثرني على أهله وولده ولا أصنع إلا ما شئت يعني رجل أحسن إلي أكثر من عياله واللي أبي أسوي في البيت فراجعوا معه إلى مكة إلى الآن قبل الإسلام هذا فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أنتم أهل حرم الله وأنتم في جوار بيت الله وأنتم تفكون العاني وتحسنون للأسرار فأرسل معي يا ابني هذا ابني أعطك من الفداء ما شئت أطلب من الفداء ما شئت بس رجع ابني لي وزيد الآن شاب ظل سنوات بعيد عن أبوه وعايش مع من؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام هذا قبل الإسلام فقال محمد عليه الصلاة والسلام لوالد زيد وعمه قال تريداني شيئا أفضل من هذا قال وما أفضل من هذا قال آتي إليه فأخيره لا أريد فداء ولا شيء إن اختاركم فهو لكم وإن جلس عندي فله ما يختار شوف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت قبل الإسلام فجاء بزيد فسأله وخيره ماذا قال زيد قال يا محمد أنت لي بمثل الأبي والعم أختارك فقال له أبوه يا بني أختار العبودية أحد يختار العبودية قال يا أبي إنه يحسن إلي أكثر من أولاده فقال عليه الصلاة والسلام شوف قبل الإسلام قال أما إنه قد قال ما قال فأشهدكم بأنه حر وإنه أبني يرثني وأرثه ومن ذلك اليوم سمي زيد بن محمد كان في الجاهلية يجوز التبني قبل الإسلام فكان يسمى زيد بن محمد خلاص مثل عيالة حر حتى أنزل الله حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل قوله أدعوهم لآبائهم فرجع اسم الأولي زيد بن حارثة أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم الأنساب ما تتغير أخوكم في الإسلام يصير أي شيء لكن ما يتغيرون اسم أبوه وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما فرجع اسم زيد زيد بن حارثة لكن ظل مع النبي صلى الله عليه وسلم طوال عمري حتى توفي عليه الصلاة والسلام وكان من أحب الصحابة إلى رسول الله إنه القرآن فما أعظمه كم قصات تترى جاءت بها البشرى موعظات كبرى أو عبرى للناس قصات وسينا تمحو مأسينا تزرح ينفينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة آية سمو غاية رب البراية اشرح بها قلبي يا رب 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 يا رب